موسيقى فالمؤمن هو اللي اختبر سلام المسيح مكتوب أحبائي في روميا خمس واحد فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح من أجل هذا قال يسوع طوبى لصانعي السلام هذه هي الأولوية في حياتنا كخدام وأيضا هذه مش بس خدمتنا هذا حياتنا أن نكون سلام للآخرين يلمسوا هذا السلام في حياتنا نسعى حتى يتعرفوا على المسيح ويكونوا في سلام ويختبروا هذا السلام اللي هو فقط في يسوع المسيح أحباء المسيح لا ينقض عهد السلام كم من الشعوب اللي نقضت السلام وكم مرة كان في معاهدات ونقدت باسم الدين وباسم السياسي المسيح لا ينقض عهد السلام بل الشخص الذي يأتي إلى المسيح ينال السلام وبيختبر السلام الحقيقي في حياتك ألم يقل المسيح سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام المسيح مش سلام العالم سلام العالم يمكن مزيف مؤقد يمكن سلم بينقضوا المعاهدة بين بعض لكن سلام المسيح بركة وصية تركة تركها لإلنا حتى نتمتع بهذا السلام يقول الكتاب عن المؤمنين ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام والإنجيل الرسائل بتكلمنا أنه حاذين أرجلنا باستعداد إنجيل السلام والإنجيل الأخبار السارة المتكلم فيه هي أخبار السلام سلام حتى الإنسان يتمتع بسلام الله في حياته ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل اشتركوا في القناة